في خطوات متسارعة من الحراك الأمريكي الأوروبي والأوروبي الأوروبي يستمر رئيس الأمريكي جو بايدن على ذات النهج في تقديم المفاجآت التي من شأنها أن تعمق فجوة الخلافات مع روسيا كما ترى موسكو هذه النتيجة سيما مع قرار أمريكي جديد بتعزيز واشنطن وجودها العسكري في أوروبا ودعم حلف الناتو بالرد على تهديدات آتية من كافة الاتجاهات في البر والجو والبحر قمة حلف الناتو التي عقدت في مدريد وصلت إلى نتائج منها تعزيز جناح الحلف الشرقي ردا على عمليات روسية في أوكرانيا المفاجأة الأكبر غير المتوقعة موافقة تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي بعد معارضتها للقرار قبل ذلك وهو ما يعني أن الناتو الآن وصل إلى همنة أكبر معزز في عقلية موسكو عدائية تلك الدول المتحالفة ضد روسيا وحربها على أوكرانيا الناتو من جهته أعلن موافقته على قوة الردع في وقت قريب للتمكن من نشر مزيد من التشكيلات القتالية ونشر المزيد من المعدات الموجودة مسبقا في أوروبا الشرقية بحلول العام المقبل إذن وفي قراءات صحف غربية فإن المشهد يذهب باتجاه أكثر صعوبة سيما بعد التصريحات الروسية أعلنت خشيتها من طول أمد الحرب خاصة مع استمرار أمريكا وأوروبا إمداد أوكرانيا بقوات عسكرية ومعدات المعادلة إذن لن تكون في صالح الاقتصاد العالمي المتضرر حاليا بشكل كبير من تداعيات التأزم بين المتحالفين مع روسيا من جهة وكذلك المتحالفين مع الناتو من جهة أخرى ما سيغير معادلات عدة في المنطقة والعالم مجهولة حتى الوقت الحالي ولا يعرف ما إذا ستؤثر أكثر سلبا على الاقتصاد العالمي أم لا